اشتركوا في القناة في أوساط الباحثين والمنتظرين للإمام المهدي ولعل سبب هذا الخلاف هو إسقاط هذه الشخصيات على الواقع أو على شخصيات موجودة بالفعل بيننا وسيظل هذا الخلاف موجود إلى أن تظهر الشخصية الأهم ألا وهي شخصية الإمام المهدي منذ أن حدث الكسوف بتاع شهر ذي الحجة وبدأ الناس يتكلموا عن شخصية السفياني وأن هذه الشخصية موجودة على وشك الظهور وهتبدأ الحروب والسيطرة على منطقة الشام وتدين له أماكن كثيرة جدا ولكن في شخصية غامضة هتصبق السفياني هذه الشخصية موجودة في مرويات نسبت إلى الشيعة وضعفها أهل العلم للأمانة العلمية هذه الشخصية هي شخصية الشصباني والشصباني شخصية من الشخصيات الغامضة التي وردت كما قلت لكم في مرويات نسبت إلى الشيعة هذا الرجل يظهر قبل السفياني بثلاثة شهور أو بشهرين وهذا الرجل دلت الروايات أنه من الشيعة إحنا عندنا شخصية موجودة دلوقتي على أرض الواقع هي شخصية مقتدى الصدر هذا الرجل الانتماء إلى الشيعة واضح وهذا الرجل الآن طفى على السطح في العراق وبيقود مظاهراته وعايز يحل البرلمان وفي العراق وعايز يقود ما يشبه انتفاضة ضد الناس اللي مسكين الحكم عايز أقولك إن هذه الشخصية شخصية الشصباني قالوا في حياة صدام حسين أن صدام حسين هو الشصباني ولكن في الحقيقة الروايات بتقول إن صدام حسين مسقط رأسه من تكريت هو من تكريت والروايات بتقول عن شخصية الشصباني أنه من الكوفة فمستبعد أن يكون صدام حتى المؤاصفات التي جاءت في الروايات أنه رجل يعني اسمه مشتق منه أفعاله صبيانية أفعاله صبيانية وقيل أن الشصباني من الشدة ومن العنف أنه رجل عنيف وأفعاله صبيانية وأنه من الشيعة فالمواصفات دي كلها لا تنطبق على صدام حسين هذه المواصفات لو جينا نقرنها بمقتدى الصدر هنلاقي إن هي قريبة جدا من هذا الرجل رجل انتماء للشيعة الإثنى عشرية وسبحان الله اسمع الرواية دي اللي بأكد وأقول للأمانة العلمية إن أهل العلم ضعفوها هي في الحقيقة رواية عجيبة جدا منسوبة للإمام علي يا أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشزاز من آل محمد فإنه يخرج شزاز آل محمد فلا يرون إلا ما يحبون يعني دزم لعصائبهم أمري ونبزهم عهدي ركس في اللي جاية وتخرج راية من ولدي الحسين تظهر بالكوفة بدعاية الأمية وفي نسخة الأموية رواية أخرى إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء لم يلبسوا إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر يقتلون الناس حتى يبلغوا إرم ثم يثور المشوه عليه فتكون بينهما ملحمة عظيمة ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهم جميعا ويرفع بعد ذلك إثنى عشر راية بالكوفة ركس في إثنى عشر راية بالكوفة ويقبل رجل من ولدي الحسين يدعوه إلى أبيه ثم يبدأ السفياني في جيوشه يعني هذه الشخصية اللي ترفع إثنى عشر راية ونلاحظ أن مقتضى الصدر من الشيعة الإثنى عشرية في تقارب كبير كما أن أفعال الصدر أفعال مثيرة للجدل هل من الممكن أن نسقطها ونقول أن أفعال صبيانية كما دلت الروايات عندنا كمان مواصفات عن الشصباني أنه من نسل الحسين والصدر يدعي أنه من نسل أو يقول أنه من نسل الحسين يخرج ويتصرف كالصبيان جهل الفتوى والهزال له لحية يسيطر على العراق فهل هنشهد كل هذه الأمور الفترة القادمة علشان كده إحنا بنقول إسقاط شخصيات آخر الزمان من الأمور الصعاب من أمور الصعبة جدا خاصة في أجواء ملتبسة وفيها تعتيم كبير جدا وسمعت كلام عن الشخصية الجولاني أنه هو السوفياني وعايزين نقول لا ينبغي أن نتصرع في إسقاط الشخصيات فإن كان الجولاني من الشخصيات المرشحة بقوة أن هي تكون شخصية السوفياني لأن شايفين الفترة اللي فاتت نجمه بيطلع وشايفين أنه هو بدأ يكسب أرض ويوم بعد يوم هذا الرجل بيزداد سيطرة على أماكن وبيكسب أرضه وأخطر من كده أن الجولاني بيكسب أنصار جدد في كل وقت وبيحاول يستميل الجماعات المسلحة علشان خاطر تنضم إليه وبينجح في هذه الأمور في الغالب فهل الجولاني من الممكن أن يكون هو السوفياني هنفضل في هذا الأمر عايز أقول لكم من أيام صدام وهم بيقولوا أن السوفياني هو صدام وفي ناس لغاية دلوقتي في ناس لغاية دلوقتي مش مصدقة أن صدام حسين مات من حبها ممكن تقول في صدام من تأثرها لشخصية هذا الرجل لأنه بلا شك كان من الشخصيات القوية جدا وكان من الشخصيات التي أثرت في تاريخ العراق لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك اتفقت مع صدام أو اختلفت معه لازم تقول أنه هو من علامات التاريخ الواضحة في تاريخ العراق فشخصيات آخر الزمان منذ فترة طويلة وفي إسقاطات هذه الشخصيات على أشخاص موجودين على أرض الواقع وكل ما تموت شخصية زي صدام بيبتدي الناس يبحثوا عن إسقاط جديد لشخصية جديدة أخطر ما في شخصية الشصباني أنه علامة إذا تأكدنا من وجود هذه الشخصية وصحة الأحديث التي ضعفها أهل العلم فهذه إشارة إلى أن السفياني يوشك أن يظهر ومن بعده الإمام المهدي لأن إحنا عندنا روايات بتتكلم عن تسلسل للشخصيات برضو حاجة عايز أنبه عليها الناس إن هذه شخصيات معظمها معظم الشخصيات وده كلام أنا بقول للأمانة العلمية وعايز أن أنا أفرد له حلقة كاملة لأهمية هذا الكلام كل الشخصيات اللي إحنا منتظرين هدية هي شخصيات مرشحة بمعنى أنها ذكرت في أحاديث ضعيفة ولازم في الوقت ده علشان أنا شايف إن فيه نوع من أنواع الفوضى في موضوع الصحيح والضعيف وإن فيه توسع كبير جدا في هذا الأمر فهذه الشخصيات زي ما قلت لكم ممكن ألا تكون لها وجود لا على أرض الواقع ولا في الأحاديث وإنت وإنت تبقى قاعد مستني أن يظهر الشصباني والسوفياني وصحابي مصر والأخنس ومستني كل هذه التفاصيل وعلى فجأة تلاقي الإمام المهدي هو اللي بيظهر فتقول إيه ده فين الناس دي فين السوفياني فين صحابي مصر فين فتتفاجئ أن فعلا هذه الأحاديث نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا ولم تحدث ولم تتحقق فبرضو ده تنبيه عايز أقوله للناس ما تملاش إيدك من هذه الشخصيات إحنا بنبحث وبنكتهد معاكم وبنحاول نحط كل الاحتمالات إن ممكن الأحاديث الضعيفة دي يكون فيها أحاديث يعني حدث فيها نوع من أنواع التساهل أو لأنه علم الحديث علم بشري يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ فممكن يكون فيه شخصية فعلا من الشخصيات اللي في الأحاديث الضعيفة منطبقة على أرض الواقع عشان كده إحنا بنبحث معاكم ولكن في النهاية تبقى شخصية الإمام المهدي هي التي تواترت فيها الأحاديث الصحيحة وبلغت أحاديث الإمام المهدي أعلى درجات الصحة وعايزين بنعمل حلقة نرد على شبهة عدم وجود أحاديث للمهدي في البخاري ومسلم علشان الناس بتتكلم من غير علم ومن غير دراية والصحيح ليس في البخاري ومسلم فقط وده شيء لازم ننبه عليه الناس مش عايز أطول عليكم انتظرونا بإذن الله بعد قليل مع حلقة يعني نزعم أنها من الأهمية بمكان بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته